اهلا بكم انا هلا دي قناتي بقدملك كل ما هو جديد يعني جايبالك وصفة من الاخر بجد تغيير ووصفة جميلة جدا وبسيطة وبعيدا بقى عن الروتين النهاردة هنعمل ايه هنعمل بنيه النهاردة ستريبس لأ النهاردة هنعمل الشيش بنيه ايوه زي ما انت سمعت شيش بنيه هنعمله بالشكل التحفة ده يلا بينا نشوف هنعمل ايه في بولة هحط معلقة خل وهحط دي تدبيلة البنيه اللي هنعمله الشيش اسفة وهحط عصير لمونة لمونة كاملة مش عارفة البزري نزل من المصفة ازاي بس ما علينا وهحط تلات معالق كبار لبن لبن حليب وهحط معلقتين مايونيز وهتقلبي كل ده مع بعضه لو حابت تزيدي وتزودي وتحطي زبادي حطي ودي بصلايا مفرومة ناعم حطتها وهحط التوابل بقى بابريكا فلفل اسود كسبرة ارفة كاري بهارات الفراخ بس كده وهقلب كل التدبيلة دي مع بعضها لحد ما تتجانس كلها وهتبل فيها الفراخ الفراخ انا مقطعها مكعبات زي ما بنقطع الشيش طوك بالزبط ما هو شيش بس الشيش مقلي شيش بنيه فهقطعها مكعبات كده وهتبلها لمدة ساعتين ما تقلش عن ساعتين عشان تكون الفراخ شربت من التدبيلة والتدبيلة كويس قوي هقلبها تقلبتين كده وهسيبها ساعتين في التلاجة لما تتتبل وهبدأ سيخة بقى في الخلة انا ما كانش عندي خلال صغيرة بصراحة فجبت خلال كبيرة دي واسمتها نصين مش هتقول لا يعني وعملت كل خلة عملتها اتنين وهبدأ ارس الفراخ بتاعتي في الخلة بتاعتي انا اسمتها لي انا اسمتها عشان احنا هنحمرها فلازم تكون صغيرة على الطاصة يعني انا هرس الفراخ بتاعتي كده على حسب انت عايزة تعملي قد ايه لكل فرد كمان يعني ممكن ما تمليش الخلة قوي براحتك بس انا مليت الخلة للاخر عشان تبقى بشكله طولي كده وهبدأ ارسها في طبق يكون نظيف اكيد الطبق هيكون نظيف الفز لك ازيه ساعات الواحد بيطلع منه حاجات كده غريبة والله معلنا نرجع للوصفة الاساسية انا هرس المقدار اللي عندي كله في الخلة على حسب عدد افراد اسرتك طبعا انا هنا عاملة نصف كيلو بني بس انت بقى عايزة تضع في الكمية مفيش مشكلة وهجيب البولة اللي كنت حطة فيها التدبيلة مش هخسلها انا هاخدها كده هو وهحط فيها البيضة اللي هحط فيها البنيه علشان تاخد من التدبيلة هجيب كل بقى اللحواسة اللي في الطبق دي وهربها حلو مع التدبيلة وعندي هنا بقصمات هحط الشيش بتاعي في البيضة اللي انا ربطها بالتدبيلة وبعدين هحطها في البقصمات واكيد هنعمل ايه اكيد هنحمرها ادي البيضة عندي اهو بقلونه حتى البيض بالتدبيلة بقلونه تحفة بجد وهحطها كده في التدبيلة يا جماعة والله الفيديو ده من غير منتاج يعني اللي انتو شايفينه ده حقيقي حقيقي طبيعي لا بلعب في الوان ولا بلعب ولا بعرف اصلا ومش عندي برنامج جامد يعني عشان يلعب في الالوان بس كده وهبدأ احمرها بقى هحمرها طبعا الاول في زيت يكون سخنه بعد كده هوطي عليه النار بجد الوصفة دي اختراع فعلا بجد والله وتغيير عن البناء العادي وده هيكون شكله بعد ما حمرته شايفين تحفة والطعم بالجد ما تقدريش تقولي بنيه ابدا هو فعلا شيش يعني اكنك فعلا بتاكلي الشيش طوك اه لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير واتعميني علشان يوصلك كل جديد بتفعيلك لجرس ويلا باي